طيب نرجع للجزائر نشوف النهاردة عندنا ثلاث لقاءات الحقيقة مهمة جدا كريم فؤاد مع زميلنا كريم أحمد نشوف ماذا قال كريم فؤاد عن المباراة القادمة طبعا هم لسه في الطيارة نطلع نشوف هذا اللقاء نرجع نكمل مع حضراتكم مستمرين معكم كل مشاهدين ومتابع قناة الالي في كل مكان بنلكم كل الأجواء والكواليس الخاصة بالمباراة العودة ومباراة الالي وفاقه ستيف بطل على الجزائر ان شاء الله بإذن الله خطوة لها المباراة المهائية ومنها ان شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة جدا فكل العيدة النادي الأهلي والحداشر الاهلي ان شاء الله يكون من نسب النادي الأهلي في ظل هذه الأجواء طبعا سعدنا يكون معنا الحقيقة واحد من النجوم النادي الأهلي كريم فؤاد صاحب الإصرار والعزيمة ومخلص بشكل كبير جدا الحقيقة الفرصة بتيجي بيمسك فيها توفيق ربنا بيكون معال إشادة بيكون من جمهور النادي الأهلي في البداية طبعا كريم أنا برحب بيك وممكن موفقين إن شاء الله بإذن الله في هذه المباراة مجهود صعب ومجهود كبير جدا وضغط كبير جدا لكن هو ده قدر النادي الأهلي وهو ده قدر لعيب النادي الأهلي كاي فطر مباراة العودة ومباراة الوفاقه ستيف بعيدا عن النتيجة احنا لسه بنبدأ أكلناها سفر سفر يا كريم في هذه المباراة وبرحب بيك طبعا وعلى أستاذ مشاهدين طبعا المباراة مسهلة احنا قطعنا شوت كبير جدا في القرارة بس لسه الماتش مخلص وزي ما حصل في الماتشات كتير جدا في أوروبا وفي العالم كله إن الفرق بتكون خسرنا أو تبقى كذبانة في الذهاب وبيحصل العكس أو بتحصل حاجة غير متوقعة فإحنا الماتش مش مستثلين وخالص مركزين فيه جدا الماتش بداية جديدة أصلا هبدي الماتش صفر صفر وكأن ما حصلش حاجة في الماتش الزهاب عشان إن شاء الله وابنا يكريمناه ونحق نتيجة إيجابية تاني في الجزائر بكنا بتكلم على التضحيات الكبيرة مع العيبة النادي الأهلي والضغط الكبير لكن احنا من المنتخب لكاسا عام أندي للسوبر الأفريق اللي بتولت الدوري كل 48 ساعة مرش بتطالب والعيبة بتطالب كل مباراة إن يكون في أحسن أداء لكن احنا بنلتمس العزر لأن الضغط بيولد هذه الأخطاء ودي أخطاء وردة جداً في كرة القدم بتجمعوا بعض وبتطلعوا مع بعض إزاي لأن المباراة الأخيرة كانت نتيجة وأداء فرحت كل جمهور نادي الأهلي وجمهور مصر مستنين كمان أكتر من كده كريم وطبعاً المنتخب وزحمة المطشاط والبطولات اللي وراء بعض فيه إرهاق وفيه يعني اللعبة مجهدة بشكل كبير وده طبيعي يعني الله يكونوا نفعونهم بصراحة يعني بس إحنا يعني كلنا على قد المسؤولية وكلنا موجودين وكلنا يعني الجاز الفني وقت ما بيحتاج أي حد بيكون موجود وكلنا يعني ما تحت أمر الجاز الفني وتحت أمر النادي في الأوقات اللي زي دي بزيزات كمان يعني وقت ما تجيلك فرصة أنك تلعب تلعب وتقدي تقعد تقعد ما فيش مشكلة ستنى دوري تعاني ما عادي جدا يعني ده النادي الأهلي ودي الظروف اللي أنت يعني مطلب تكون كويس فيها دايما حتى لو هتاخد ربع فرصة لازم تبقى كويس فيها لأن ده النادي الأهلي ما فيش رفاية أنك تبقى وحش ماتشة أو تبقى ليل أو تبقى مش مش على قد المستوى فبس يعني فالله يكون فهنا اللعيبة طبعا اللعيبة الكبيرة اللي هم دور كبير في الموضوع اللي أنت قلت عليه أنه بنجمع بعضهم بنلم بعض كابتن شناوي كابتن أوليد تريمان كابتن سولية اللعبة كلها يعني الكبيرة ما شهزان سحد كلهم بنلم بعض من تاني وبنتكلم كتير بنعمل اجتماعات كتير بنقرب من بعض بنضحك وبنهزر بنخلق جو حلو بنخلق روح حلو في الفرقة عشان نحس الموضوع ونرجع تاني أحسن وناخد كل مطش بمطش إن شاء الله سر من أسرار النجاح للحقيقة هو الممكن نعايز أقول نواتة مهمة جداً من يكون موجود مش مهم المهم البطل هو النادي الأهلي والهدف هو النادي الأهلي ودي الحقيقة ميزة كبيرة جداً في كريم فؤاد بتتكلم طبعاً على حمد هاني متواجد كريم متواجد أكرم متواجد هي دير رسالة اللي عايزين يوصل على لعبة النادي الأهلي أكرم بيكون متواجد بيقدي عشر عشر بتهنيه وبتحييه محمد هاني نفس الموضوع إنت كريم كمان بتنالي الإشادة من جمهور النادي الأهلي سر من أسرار النجاح لإنت بتقوله ده الحياة كريم أكيد طبعاً الروح بين اللعيب أهم حاجة وما فيش حاجة تيبقى بيني وبين اللعيب عشان خطر هو بيلعب أو أنا لقى ما إحنا كلنا أصلاً في فرقة واحدة وكلنا عايزين نكسب وكلنا عايزين نمكسب فمن يكون في الملعب مش يعني مش مهم وبعدين مثلاً أنا عندي مثلاً أكرم أكرم بالنسبة لي وهاني صحابي جداً وناس بحبهم جداً يعني منغرب الناس اللي هي في الفرقة كمان فما فيش حاجة تسمعها أنه فيه بشان بيلعب في مركزي أو كده يبقى فيه بأنه فيه تنافس وكل حاجة بس التنافس ده أصلاً لمصلحة الفرقة والتنافس ده كويس وتنافس شريف ومفروش أي حاجة يعني فكلنا ما عندناش يعني لما حدي بيكون مورة الملعب كلنا عايزين نبقى كويس حتى لو لو ما هو في مكاني ولم يرقى كويس هيلعب ما أنا عايزه كويس أنا عايز نكسب عايز الفرقة بقى كويسة بس فمش مهم من يكون موجود في الملعب أهم حاجة الفرقة تكسب يعني أهم حاجات كلنا نطلع باللي احنا عاوزين مش أتقول عليك لكن عايز أكلامك على جمهور النادي الأهلي الحقيقة والمستوى والإهتاف والمساندة الكبيرة جداً اللي احنا بنشوفها في كل المبارات وآخر مبارات الحقيقة كان اليوم مردود كبير بيحفزوا بيشيلوا من عليكوا ضغط كبير جداً وصر من الأسرار الفوز والنجاح كعادة جمهور النادي الأهلي كيف ترى جمهور النادي الأهلي ومساندة دايما ليكوا كاي؟ لا هو دايماً صرحة يعني الجمهور النادي الأهلي اللعب رقم 12 فهو دايماً بيدينا بورنت مهم وبيدينا حافز كبير جداً على الخصم يعني فيعني وصرحة أنا موضوع الجمهور من وانا في امبي أنا صرحة شفت حاجة مختلفة جداً قبل ما دخل النادي كنت شفت دعم كبير وشفت يعني الناس كانت مستنياني الناس كانت مستنياني وكانتوا في جنبي وكانت بلتعامني وانا في امبي لحد ما جيت النادي فبصراحة أنا شايف ان الجمهور بحاجة كبيرة جداً 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 يعني دعمهم دعمهم لينا يعني هو بصراحة يعني هو السر الفوز في كل المتشاط والحمد لله يعني طول اللعبة قبل المبارة دي سواء انت متواجد محمد داني متواجد اي حد متواجد رسالة كريم فؤاد لكل لعيب تنادي الاهلي قبل المباراة القادمة للمباراة دي هتوصلنا لمباراة النهائية مهما كانها فين احنا بركز في حاجة واحدة هو التسعين دي اللي احنا العام هو مش رسالتي للعيبة هو احنا كلنا نفس التفكير وكلنا نفس العقلية وكلنا عندنا نفس الطموح ونفس الهدف فأعتقد ان رسالتي اللي هقولها لأي لعيبة أصلاً هي عند اللعبة من قبل ما أقولها أصلاً فكلنا عايزين المكسب وكلنا مش مستسرين الماتش وكلنا عايزين الفوز وكلنا عايزين نحاقى التأهل النهائي بأداء كبير وكلنا عايزين نحاقى إنجاز تاريخي للنادي ما حصلش قبل كده واحنا هو الحمد لله على بعض خطوات قليلة جداً منه وإن شاء الله نحاقى لإنجاز ده يعني يعني هو طبعاً النادي الأهلي يستحق حاجته بخير زي كده تكون هي بس اللعبة باسمه ربنا يخليكم تسلم كل الشكر والتأدير للنجم نجوم النادي الأهلي الحقيقة اللي منتظرين منه الكثير إن شاء الله وجمهور النادي الأهلي منتظر منه كتير جداً كريم فؤاد يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي شايفين التركيز شايفين في الطيارة اصرار لعبة النادي الأهلي بدقين 0-0 إن شاء الله بإذن الله نحكز بطاقة التأولي المباراة النهائية مهما كان المكان ومهما كان الزمان النادي الأهلي إن شاء الله يكون بطل دين نخصة والـ 11 يا أهلي 11 يا أهلي نتمنها إن شاء الله بعد إن شاء الله يوم السبت القادم نشوف إما هيحصل في هذه المباراة وزيما عدوكم شايفين الكل بيركز في شيء واحد فقط وهو كيفية التأهل للمباراة النهائية